سيدة توفي زوجها بعد أربعة أعوام من الزواج أنجبت خلال هذه المدة بنتا وولدا وقررت العمل والإنفاق على ابنيها وعدم التفكير في الزواج فكانت تذهب بعد صلاة الفجر إلى سوق الجملة للخضروات والفاكهة وتشتري كمية لتقوم ببيعها أمام باب منزلها الصغير مع ساعات الصباح الأولى وظلت على هذا الحال حتى أصبحت ابنتها بالصف السادس الابتدائي وابنها في الصف الرابع بنفس المدرسة وفي أحد الأيام وبعد عودتها من سوق الجملة أرادت أن تدهز طعاما شهيا لابنيها قبل ذهابهما للمدرسة فوضعت الطعام فوق الغاز وذهبت لتبيع الخضروات والفاكهة التي عادت بها وبعد ساعة سمعت صوت مواء قطة أمام باب شقتها فتركت البيع وذهبت ببعض الطعام للقطة وفي هذا الوقت اجتمت رائحة غاز بالبيت فأسرعت وأطفأت عيون البتجاز بعدما علمت أن الماء الذي كان بالطعام تدفق وسقط على عيون الغاز فحمدت الله كثيرا بعدما وجدت ابنيها في حالة جيدة وبعد أن تناول إفطارهما ذهبا للمدرسة وجلست الأم تشكر الله فلولا سماعها لصوت القطط ربما حدث لابنيها مكروح وأنفقوا في سبيل الله وفي نفس هذا اليوم أجرت معلمة الفصل الذي تجلس به الإبنة امتحانا وأخبرتهم أن الذي سيحصل على العلامة الكاملة ستهديه حذاء جديدة وبعد جمع الأوراق فوجئت المعلمة أن الجميع حصلوا على العلامات الكاملة فاحتارت لمن تعطي الجائزة فكان رأي الطلاب أن يكتب كل منهم اسمه في ورقة مطوية ويضعونها في صندوق تختار منه المعلمة ورقة ويكون صاحبها هو الفائز بتلك الجائزة وفعلا سحبت المعلمة ورقة أمامهم وقرأت الإسم فكان اسم ابنة الأرملة فتقدمت والفرحة والدموع تغمر عينيها وشكرت الإبنة الجميع على تلك الهدية والتي جاءت في وقتها فقد ملت من حذائها القديم الممزق وبعد لحظات بكت المعلمة عندما عادت وفتحت بقية الأوراق حيث وجدت أن الجميع كتب في الورقة اسم ابنة الأرملة حيث لاحظ الأطفال جميعهم حالتها وتكاتف معها ليدخل السعادة إلى قلبها وعندما شاهدت المعلمة مواقف الصغار وتذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مسح رأس يتيم لا يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنة لذلك ذهبت المعلمة مع الإبنة وأخيها إلى بيتهما والتقت بأمهما وقررت مساعدة الأسرة حيث عملت الأم بمصنع زوج المعلمة التي تكفلت هي وزوجها بالطفلين في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر